الوحدة استطيع نقول بأنها لها تعريف عام وهي تتشكل في المظهر السياسي أن هناك مظهر سياسي وحيد جميع مكونات الشعب في حدود جغرافية معينة لكن عندما ندخل إلى الخصوصيات يمكن أن نقول بأن الوحدة هي مجموعة من المقومات مثل اللغة الدين العادات التقاليد الأعراف العرق إلى آخر هذا يمكن تعريف هذا خاص لكن تعريف العام اليوم الذي يجمع كل مكونات البلد هو النظام السياسي الذي يعطي الحق لوحدات المجتمع بأن تتهيكل في نظام واحد قد يختلف هذه المكونات الشعب في الدين قد تختلف حتى في بعض اللهجات لأن كثير من دول لها لغات متعددة لها ديانات متعددة وديولوجيات متعددة لكن تعريفات ممكن أن تكون كما قلت عامة وممكن أن تكون خاصة